المعالي الرئيس يعيش اليوم العالم تحديات عديدة تحديات الأمن الغذائي تحديات سلاسل الإنداد وامتداد جائحة كورونا هذه التحديات الحل الأمثل لها يكمن في هذه القاعة ومسؤوليتنا بالتضامن لإيجاد حل لها من خلال العالم الرقمي فضروري اليوم أن نحتفي بالأربع سنوات الماضية ولكن ضروري أن نجمع اليوم أن الأربع سنوات القادمة ستتطلب من عندنا سرعة وجرأة في اتخاذ القرار في الأربع سنوات الماضية تزامنت مع إطلاق المملكة العربية السعودية الأجندة الوطنية الرقمية واحتفينا كون الأجندة الرقمية كانت أكبر مكافئة اجتماعية ومضاعف اقتصادي وحامي لكوكب الأرض كمكافئة اجتماعية كان بالضبط أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة والشباب حيث حققت المملكة نموا ضخما من خط أساس 7% إلى 30.5% متجاوزة بذلك المعدل الأوروبي والمجموعة العشرين وحتى معدل وادي السيليكون فيما يتعلق بتمكين الشباب تضاعفت ريادة الأعمال ثلاثة أضعاف أيضاً فيما يخص المرأة ثلاثة أضعاف وحققنا استثمارات من رأس مال جريء في عامنا هذا وما زال هناك ثلاثة أشهر ولكن تجاوزنا في عامنا هذا في تسعة أشهر ما تم تحقيقه في الثلاث سنوات الماضية هذه المنجزات العظيمة الاجتماعية تثبت أن العالم الرقمي هو طوق النجاة لأطفالنا في التعليم عن بعد وفلذات أكبادنا وأطفالنا وأحبابنا في الرعاية عن بعد ومن ناحية اقتصادية بدأنا هذه الرحلة باستثمارات بثلاثة مليار دولار كحزمة تحفيزية جذبت أكثر من خمسة عشر مليار دولار من القطاع الخاص والقطاع الخاص العالمي أصبح السوق السعودي اليوم الأكبر في المنطقة تجاوزا حاجز الأربعين مليار دولار ربطنا العالم وحتى المنطقة والمملكة من خلال ائتلافنا مع الاتحاد الدولي للتصالات بالتزام المملكة بربط العالم غير المتصل بحلول العام عشرين ثلاثين وفي المملكة ربطنا ثلاثة ونصف مليون منزل من خط أساس مليون وحققت المملكة الوصول إلى أفضل عشر دول عالميا في انتشار وسرعات الإنترنت وفيما تعلق بحماية كوكب الأرض هذه الأجندة الأساسية للمملكة العربية السعودية استثمرنا المليارات كقائد عالمي في مجال الطاقة استثمرنا قرابة الخمسة مليار دولار في الهايدروجين الأخضر وفي الطاقة المتجددة حتى تكون المملكة العربية السعودية القائد العالمي أيضا في طاقة المستقبل في الفوتونات والإلكترونات والهايدروجين الأخضر في الختام إذا كان هناك انقسام وتباين في العالم غير الرقمي اليوم فيتوجب علينا في هذا المؤتمر في البي بي تونتي تونتي تو أن نجمع جميعا أن علينا لعالم مزدهر أن نتحد ونجتمع سويا لكي نتحدث ونجتمعا شكرا جزيلا لوقتكم شكرا جزيلا لوقتكم